علي من عمان يسأل يقول هل ممكن الجن يدخل الإنسان و كيفية التخلص علي بارك الله فيك الجواب عن هذه المسألة طويل و الوقت يدركني و أنا تكلمت في هذه المسألة أكثر من مرة علماء أهل السنة بالاتفاق على جواز و إمكانية دخول الجن في الإنس و يستدل لذلك بجملة من النصوص في القرآن و السنة منها قول الله عز وجل لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس والنبي عليه الصلاة و السلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم و أيضا عثمان بن أب العاص و كان إماما في الطائف يصلي و قال أسلم أتى النبي سلام قال يا رسول إن الشيطان يلبس عليه فالنبي سلام قرأ عليه فقرأ عليه فخرج الشيطان و لذلك هذا موجود و لذلك الأهل العلم متفقون على ذلك قضية التخلص هو التحصن ابتداء فالإنسان الآن عندنا أذكار الصباح و أذكار المساء عندنا أذكار النوم أذكار الاستيقاظ أذكار الخروج من البيت أذكار الدخول ليش شريعت و لماذا شريعت لأجل أن يتحصن الإنسان من الشيطان فالله جل وعلا قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذه عدوة و لذلك أغلب الناس للأسف يعمل بأول الآية و لا يعمل بآخر الآية كل الناس يعرفون بأن الشيطان عدو لكن للأسف قليل من يعمل بالشطر الثاني من الآية و يتفتخذه عدوة فمن جملة اتخاذ الشيطان عدو أنك تحصن نفسك و ذاتك بالأوراد الشرعية و الآيات القرآنية الثابت عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم